من هنا بدأت الحكاية حيث يقبع الالاف من النازحين في مخيمات لا تتوفر فيها ابسط متطلبات الحياة وحيث انهى محافظ بغداد على التميمي جولته في ناحية النصر والسلام غربي العاصمة بغداد لاحظت بشائر الصبر بعد علان التميمي افتتاح مجمعا سكنيا في قضاء بغرب ديواء عشرة الاف نازح من عوائل التي تسكن الخيم وفي الوقت الذي بدأ فيه محافظ بغداد واثقا من ايواء وانقاط تلك العوائل في المجمع السكني التي تعاني مشاكل جمع جراء هطول الامطار التي اشتاحت مخيماتهم اكد ان الحال يكمل تطبيقه خلال 24 ساعة ولأكثر من عشرة الاف نازح مشترطا في حال اسكان تلك العوائل باكلاء المجمع في حال تحرير مدنهم اوعزنا لكوادرنا في محافظة بغداد بفتح مجمع الشمس طبعا هذا المجمع مكتمل يعني بنسبة انجاز مئة بالمئة لكن البناء التحتية لحد الان غير مكتملة لكن هذا المجمع عندما نفتح ابوابه ومن اليوم باذن الله تعالى حصرا للخيم التي نصبتها اللجنة العليا للنازحين الذين يسكنون المخيمات الكرفانية لم يتأثروا اطلاقا بالانطار اللي عملتها المحافظة لكن مخيمات النازحين اللي عملتها المنظمات الدولية واللجنة العليا للنازحين تأثروا بالانطار لذلك نحن على استعداد لاستقبال عشرة الاف نازح في هذا المخيم باعتبار ان كل شقة مساحة 82 متر ستستقبل عشرة نازحين اي عائلتين لكن هذا مشروط بعدة شروط وضعناها وجدنا تخريجة قانونية لانه لم يتم استلامه من قبل محافظة بغداد لكن هذه الشروط اللي وضعناها وهي شروط غير مجحفة الشرط الاول اولا ان يتعهد بالحفاظ على المبنى ثانيا ان يخلي الشقة خلال 72 ساعة في حال تحرير الاراضي ورجوع النازحين اليها ان يسلم الشقة الى اللجنة الاستلام في المحافظة بعد انتفاء الحاجة للاشغال حصرا ان تستخدم شقة لغرض السكن الموقت خلال فترة النزوح ولا يعد ذلك سببا للتمليك وفي حال ثبوت حصول ضرر في الشقة ناتج عن سوء الاستخدام يكون ملزما بتفع قيمة الضرر ان لا يقوم بالتصرف بالشقة بالبيع والاجار وسيتحمل التبعات القانونية ان يتعاون مع اللجان الفنية والادارية التابعة لمحافظة بغداد التي تتولى زيارة الموقع بصورة دورية وان يقدم المعلومات الصحيحة وان يسمح لهم بالكشف والاطلاع على وضع المبنى هنا المتعهد والاسم الرباعي وهوية الاحوال المدنية وتوقيع وبصم وستكون هذه وثيقة عليه طبعا عرض البعض ان يكون ايجار لا نأخذ ايجار ليسنا نحن من نأخذ الايجار من اهلنا وناسنا النازحين من مناطق متعددة سواء من انبار او غيرها من المناطق في تلحفر وغيرها هذا وكنت محافظة بغداد قد انشأت خمسة مجمعات كرفانية لواء اكثر من ثمانية الاف نازح اقيمت في مناطق بوب الشام والنهروان وزيونة والدورة واليوسفية